هذه الأيام خرجين الجزائر ومستهدفها والجزائر طيب قولونا لماذا مستهدفها قولونا دارك يجي الإيراني يقول لك أنا مستهدف أمفهوم مستهدف النظام الإيراني نظام ديكتاتوري نظام عوج لكن بناس صناعات عسكرية مرعبة عنده سواريخ وتصل إلى أوروبا 3000 كم بعض السواريخ الإيرانيين طائرات بدين طيارها من الروس الآن يدربوا عندهم وحبين يعطولهم المريكان اليوم كاشفين بأن وفد روسي كان يوم خمسة ويوم ستة جويلية في منطقة كاشان في واحد أكبر المصانع طائرات بدون طيار باش يدوا طائرات بدون طيار عند الإيرانيين يحتاجوها الروس في حربهم ظالمة إيرانيين نعم تحت حصال منذ 40 سنة بأشكال متعددة وعلى فترات مختلفة على الأقل بنو سلاح كوريا الشمالية بنات سلاح ليحكمهم مجرم مستبد قاتل مجوّع شعبه ولكن بناه سلاح نووي فعندما يحصروه كاينة لاش الأتراك عندما يحصروهم أو يدرون لهم عقوبات أو يدرون لهم قلاقل أو محاولة انقلاب كاينة لاش انتقلت تركيا من بلد لا يصنع تقريبا شيء من بلد فقط للسياحة يجوا يعبثوا به كما يشاء إلى بلد سياحة نعم عشرات الملايين خطوط الجوية التركية هي الأولى في أوروبا وهي الثانية في العالم على مدار عشر سنين الأخيرة تقريبا صناعة أسلحة صنعوا حتى البناء الدبابات الكهربائية والطائرات بدون طيار عملت فارق رهيب في حرب أوكرانيا وقبلها في حرب الأذربيجان مع أرمينيا نعم عندما يدرون لهم قلاقل محاولة انقلاب حصار هنا ضرب للليرة نعم صين نعم عندما يقلقوها الأمريكان والغربيين ويدرون لها قلاقل ويحاولوا ما يخلوهاش توصل للتكنولوجيا أعلى تكنولوجيا في الغرب مفهوم علاش انتقلت من بلد يموت منه الملايين كل سنة في ستينات والسبعينات من الجوع إلى بلد فيه مليار ونص خمس البشرية موجود في الصين وإلى بلد هو مصنع العالم والآن تكنولوجيتهم في بعض القضايا تفوقون على أغرى على تكنولوجيا غربية حامل الطائرات الأخيرة الصينية هذه قالوا أنها وصلت إلى مستوى أفضل حاملات الطائرات الأمريكية وفي بعض المجالات تجاوزتها طبيعي عندما يخرجون لك جوجيل ويخرج لك تبون يخرج لك بوغالي ويخرج لك شنغريحة والجزائر مستهدف لماذا مستهدفين أنتم الآن لماذا؟ صناعات طعاق سيارات صناعات طعاق طائرات صناعتونا الطائرات صناعتونا السيارات صناعتونا البسيكليتات صناعتونا سلاح نتاعنا لماذا؟ 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 بنيتونا نظام صحي حقيقي موشتعة بطوارات بنيتونا نظام جامعي تكون في الجامعة الجزائرية ضمن مثلا المئة الأولى فقط ما نقولوش ضمن العشرين الأولى بنيتونا خليتوا المجتمع يبني نفسه خليتونا نصدروا القمح وإحنا كنا الجريني دلوروب واحد الوقت كنا احنا المصدرين لأوروبا في زمن ما على احتلت فرنسا الجزائر كنا نبيعولها القمح وما خلصتناش ورفضت أن تدفع الديون اللي عليها لأن الجزائر كانت تبيحة القمح الجزائر كانت تكفي بلدها وتصدر وحتى اللي كانوا مشرفين عن التصدير كانوا يهود بالمناسبة هذا مشناق اللي كان معاه لماذا؟ بنيتونا السدود بحيث لا تنقطع عنا المياه؟ أخرجتونا المياه من باطن الأرض للجزائر فيها إمكانيات هائلة؟ لا لا راحين فقط تضربوا في الماريكان وفي غيرهم باش في قضايا الغاز السخري باش تدمروا ما بقي من مياه ما بقي من بيئة لماذا؟ أعطونا علاش يستهدفوكم الدول الأخرى؟ لماذا؟ نظام تعليمي جميل نظام غذائي نظام اجتماعي نظام اقتصادي نظام تجاري نظام عسكري أعطونا شيء يستهدفوكم الآخر عليه سياسة خارجية قوية أنتم ولعوبة ليبيا لا تستطيعون تغيير الأوضاع فيها مالي كنتم راحين ترسلوا الجيش الجزائري لو لأن وقفنا في وجوهكم وما زلتم ممكن تبدروه أصبحت الجزائر مهزلة على المستوى الخارجي أعطونا وجدرته ورنا شيء ولا تحسبوا هذاك ديفيلي هذاك هي القوة في العالم أسلحة تقريبا كلها روسية كي تحبسنا أي حاجة لازم البولون ولا نجيبها من روسيا ولو كان روسيا تحبس ما تبيع الناش لسبب والأخر تتوقف قعد يتوقف الجيش كله أعطونا سبب أنتم اليوم عملاء ما يحتاجوش أنهم بالعكس أنتم خانقين الشعب خانقين البلاد خانقين الناس ما يكشب خليين الشعب لا يبدع ولا يطور ولا ولا شيء فأنتم ما يلكوش خير منكم هم يظلوا يشكروا فيكم الموانئ مفتوح عليهم الخزين مفتوح عليهم البترول والغاز مفتوح ليهم الأجواء مفتوح عليهم الأسلحة نشتريها من عندهم زدنا ولينا نشروا حتى شوية نعطيليان وعند الآلمان باش نسكتوهم نعطوهم الجزية بطريقة أخرى أعطونا لماذا الجزية تكون مستهدفة في زمنكم اكتفاء غذائي اكتفاء صناعي أعطونا شيء قوة طبية مثلا على شاكلة كوبا كوبا بلد ضعيف لكنها قوة طبية عالمية أفضل نظام صحي وأقوامه هو في كوبا بالرغم أن إمكانياتهم المادية ضعيفة أعطونا الشيء أبدعت فيه والناس تستهدفكم من أجله في الحقيقة أبدعت في قهر الجزائريين في نهب الجزائريين في أكل قوت الجزائريين في إضعاف الجزائريين والجزائر ولذلك ما عندكم مش خلق لا فرنسا منزعجة ولا المريكان ولا الروس ولا الصين ولا الترك ولا الإماراتيين ولا أين كان مهمش منزعجين مش منزعجين ولن ينزعجوا مدام ركم توم في الحكم لأنكم تؤدوا خدمة رائعة عندما يأتي نظام من رحم الشعب أنتجه وأبدأه الشعب عندما يأتي نساء ورجال من رحم الشعب عندما نصنع سلاحنا ونصنع سياراتنا ونصنع وننتج غذائنا ونصنع دوائنا ونصنع لباسنا سنستهدف ولكن حينها ستكون القدرة على المواجهة القدرة على الصمود القدرة على الثبات لأننا شبه قارة وإذا بينينا مشروع المغرب الكبير نصبح قارة يومها ستستهدف الجزائر والمنطقة ككل لأنها ستتحرر وتستقل وتعرف وش الدير أما الآن أنتم في جيت لما جيتوا تصدروا قلتوا كرعين الجيش صاحبكم وهذا المهرج تعوزير التجارة قال وأجاب تلفزيونات والكاميرات وش نوت تصدير كرعين الجيش أرجل الدجاج حبيه وش حمدكم ولمن غير للفيتنام هكذا بلك يعطوها لهم شوية هكذا خلونا من الاستهزاء خلونا تمسخير خلونا مضيعة الوقت خلونا المسخرة هذه اللي راكم ديرين فيها البلاد راكم شر مطلق على هذا الشعب وعلى هذا البلاد أبركاركم منطق العيد لأن هذا الكلام سمعناه من قبل وسمعناه من أمثالكم سمعناه عدة مرات من اللي راكم ساجنينه ومنتم اليوم سمعناه خلينا نورو الشعب الجزائري بعض الأصناف واش كانت تقول على الجزائر المستهدفة في الوقت اللي كانوا هما مستهدفينها وهما مخربينها وهما مدمرينها يعني أسمع واش كان يقول هذا أسمع أسمع كوشا تتربصوا سوء بالجزائر للمؤامرة استهدفوا الجزائر شعبا وتولة هذا المستفدار يشكل مصدر مخاطر على كل المخططات التي ضبرت لدى الجزائر تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر قيد العليا للجيش الوطني الشعبي تفطنت لخطورة هذه المؤامرات هناك مؤامرة حاك في الخفاء ضبر جزائر شعبها الجزائر مستهدفة تريد ضرب استقرار البلاد اليوم جزائر صبحت مستهدفة بأدوان من الجزائر مقصودة من الخارج جزائر مستهدفة لأنها هزم أكبر قوة ما زال يأكلوا الخبز بالثورة جزائر مستهدفة لأنها هزمت أكبر قوة خرجتها طيب اللي أخرجوها هم الشهداء والمجاهدين الأحرى لكن تهت الثورة المجاهدين كانوا أقل من مئة ألف والآن رهم في حدود سبعمائة ألف لأنها كانت المزيفين والمزورين باش مستهدفة آه جوجيل كيعد عمرك 92 سنة وتكون تا الرجل الثاني في البلاد هو بطبيعة الحال تكون مستهدف تا مستهدف لأن الناس يقولوا ما شي ما أقول كاين واحد عمره 92 سنة هو الرجل الثاني في البلاد كاين واحد عمره 89 سنة أو 98 90 سنة هو فريق أول في الجيش كاين واحد عمره 77 سنة وعنده كل الأمراض هو قايد الشيش كاين واحد عمره 77 سنة ولولا الألمان لكان راه عاجز على كرسي وربما في القبر ويكون هو الرئيس هيا هذا اللي هذا اللي مزعجكم مزعجكم أن الشعب يريد أن يحكم نفسه بنفسه أن يأتي برجال ونساء يصنعو سياراتهم يصنعو طائراتهم وكيف يخص حاجة نجلبوها من الخارج مش مشكل موجة نولوا البسكريتات ما نصنعوه مش اللي كنا نصنعوه في السبعينات والثمانينات مطوات تعقل كنا نصنعوه في السبعينات والثمانينات والله الشركات اللي كانت في الستينات والسبعينات والثمانينات لألف مرّة أفضل مما هو موجود اليوم بل أنه ما كانش مثلها لا يوجد مثلها سوني لاك سوني باك كنا نشتري الأحذية وأحذية جميلة وجيدة من سوني لاك أو سوني باك والتي تنتج التلفزيونات ولو تركيبا الفريجيدار كان كائن ورأي هذا كله خراب وكله مستورد وكله فساد جزائر مستهدفة منكم أنتم والشعب جزائر مستهدف منكم أنتم أما الخارج فرأيكم تدهنوا في الجميع ورأيكم تمدوا في أموالنا وأموال الشعب رأيكم تهربوا فيها لجيوبكم وبنوكم ولأسيادكم اللي صانعينكم واللي مازال محافظي لكم على الكرسي يا خوانا